هل عادي نشرب عصير في وقت الفطور؟ اللي لازم نعرفه انه فيش اسمه عصير وفيش اسمه نكتار وفيش اسمه شراب الشراب وهو يكون عبارة عن ماء وسكر ومواد حافظة النكتار يكون عبارة عن 30% فواكه و70% ماء وسكر بينما العصير يكون 100% فواكه ولكن لازم نختار العصير اللي يكون خالي من السكر وخالي من المواد الحافظة وخالي من الالوان